يعطيكم العافية شباب صبايا. الفكرة اللي حناخدها اليوم هي يعني stoicometric ratio. شي يعني stoicometric ratio. stoicometric يعني توازن. هايدي ابتداء يعني من اليوم ومن حصة اليوم. رح يكون هو الشي المهم اللي حتاخدوه بهذا الدرس. stoicometric ratio. شي يعني stoicometric ratio. واتفقنا انه كلمة ratio يعني شي على شي. شي على شي. stoicometric يعني توازن. طيب. حناخد اكزامبل من الحياة اليومية يعني grilled cheese sandwich وبعدين نقلكن كيف منطبقها بالكيميا. ازا جينا نحنا اول الشي عم نقول في عنا reaction بين toast و جبنة لحتى نعمل sandwich. two bread one cheese بيعطينا one melt sandwich. يعني لكل شقفتان خبزة بدي وحدة جبنة. هايدي المقادير اللي انا عم بحكيها اسمها stoicometric. اوكي. يعني كل اتنان برد بدون وحدة شيز هايدي اسمها stoicometric. لحتى انا حضر وحدة سندويشة اوكي. لحتى حضر وحدة سندويشة. طب لو بدي انا اربع سندويشات. كم جبنة بدي بدي اربع جبنة. كم برد بدي بدي تمانة. فهول المقادير اللي انا عم حطوهم اسمهم stoicometric. اوكي. فانتو بتقولو كأنو عم بتحطو الكو اوفيشنت. شايفين هايدي الكو اوفيشنت مش انا كتبت اتنان برد بلس وحدة شيز بيعطيني وحدة سندويش. هايدي الكو اوفيشنت بالكيميا. يلي انت مسلا عم تكتب اتنان اتشتو لنفطريد بلس ما بعرف شو بيعطيني مدري شو. فهي دولة اللي بيكونوا من بره اسمهم كو اوفيشنت. بالبالانسينج. بينما اللي من جوهو كو اوفيشنت. وهو اللي من هون هنه شو السابسكريبت. السابسكريبت بتستعملوهم بالمولر ماس للموليكيول. مذكرين انو انا ازا مسلا بدي جي بالمولر ماس للاتش تو. هي المولر ماس للاتش ضرب اتنان. اللي هي السابسكريبت. اللي هي هون. ما خصني بالكو اوفيشنت. الكو اوفيشنت بفيدكم بالبالانسينج. وبفيدكم هون بالاستي ريشو. يعني انتو بتستعملو بالاستي ريشو بتستعملو شو? بتستعملو الارقام اللي بتحطوهم بره تابعول الكو اوفيشنت. اوكي? هول الارقام اللي منحطن بره هن اللي منستعملو بالكو اوفيشنت. اللي هي الصويك اللي. عفوا. هول الارقام اللي برة اللي اسمهم كاوفيشنت بنستعملهم بالست ريشو Adriano اللي هي يعني اختصار لستويكماترик ريشو طب شو هي ستويكماترик ريشيو اللي بتقول انه كمية البراد على الكووفيشنت اللي إلها اللي هي أدايش بات ثانين بتساوي كمية الجبن على الكووفيشنت اللي إلها لها بتساوي واحد بتساوي لكمية الساندويتش اللي بتكون اياها عالكو اوفيشنط اللي الى اللي هي واحد هاي دي الجملة اللي انا كتبتها هون اسمه ستويكومتريك ريشو فأنتو بتقولوا according to ST ratio quantity of bread على اثنين بتساوي quantity of cheese على واحد بتساوي الساندويتش على واحد يعني كل وحدة عالكو اوفيشنط اللي الى ومنرجع منعيد انه الكو اوفيشنط هني حسب البالانسينج فإذا انت مغلبت بالبالانسينج بيطلعوا معك كل الكو اوفيشنط غلط فنحن لما جينا نصنا بدنا نقول انا بدي اربعة ساندويتش يعني كمية الساندويتش اللي بدي اياها اربعة قدي بدي كمية bread شو قلتوا لي 8 هلا انتو عملتواها منتلي بس انا اذا جيت هوني اخدت هاي مع هاي بقول انه bread على اثنين بساوي ل اربعة ساندويتش على واحد بعمل cross multiplication بيطلعوا معي انه البرد اللي بدي اياهم هنه اثنين ضرب اربعة واحد يعني 8 bread فهيدي يا شباب وصبايا منستعملها بالكيميا بس بدل ما نحط bread والشيز وساندويتش منحط البروداكت اذا انا عندي اتش تو مع انتو هايدروجين ونايتروجين عم يعطونا امونيا اول ستاب قبل ما تكتبوا لصيكماتري كاوفيشنت انكن تعملوا بالانسينج بحط هون اتنين عشان هون عندي اتنين نايتروجين اتنين ضرب تلاتة يعني ستة فبحط هون تلاتة فبتقولوا number of mole للأتش تو الكوانتيتي للأتش تو يعني number of mole للأتش تو على الكووفيشنت اللي إلا اللي هي تلاتة بتساوي number of mole للأن تو على الكووفيشنت اللي إلا اللي هي هون ولا شي يعني واحد بتساوي number of mole للأن أتش ثري على الكووفيشنت اللي إلا اللي هي قدي بتساوي بتساوي لاتنين الكون هون يا شباب وصبايا الأتش تو والأن تو هني شو بالرياكتنت فلأنهم بالرياكتنت بحط هوني رياكتد رياكتد هون بتكتبوا رياكتد كلمة رياكتد يعني اللي تفاعل وهوني رياكتد وهوني لأنه برودكت شو بتحطه فورمد أو بروديوست لأنه برودكت حواقف الفيديو هون ونحكي أكتر تفاصيل عن stoichiometric ratio